السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيط ربو جميع السيد والسادات تحيط ربو جميع متتابعة قناة مطرشيد لنا آخر مشتجدات فيما يخص إجراءات الامتحانات الكفاءة المهنية هناك مذكرة خاصة بمديرية القونتيرا يعني صادرة بخمسة يوليوز 2024 بعد المذكر المنظم لامتحانات المهنية الصادرة بـ 21 يونيو 2024 جاتل المنظم تبيل لنا الوثائق الخاصة بالملف الترشح لامتحان المهني هناك تسجيل وصل تسجيل على البوابة الإلكترونية إذن خاصة بالامتحان امتحانات الكفاءة المهنية هناك نسجله في البوابة وكنستخرج الوصل ثم آخر وضع إدارية للمترشح هناك ناخده عند سيد المدير مباشر ثم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية آخر تقرير التفتيش إن وجيدة يعني بالنسبة للناس القدام الناس لي ما عندهمش خاص إشهاد بعدم التوفر على تقرير التفتيش يعني مصادق ويفقى الجدول المرفق للمراسلة سنحاول نرى هذا الإشهاد إذن الإشهاد هو على هذا الشكل إشهاد بعدم التوفر على تقرير التفتيش فقط في بعض المواطعات يعني توقي الإسم الإطار التخصص رقم تأجير مقر العمل ثم أشهد أنني لا أتوفر على تقرير التفتيش توقيع المعني بالأمر وخاتم وتوقيع رئيس المؤسسة إذن أدو المستجد يعني في هذا لأن بنسبة للناس المرصمون يعني مؤخرا أغلب الأساتذة يعني لم يتوفروا على تقرير التفتيش يعني زيارة المفتش إذن لذلك يجب إرفع الملف بهذا الإشهاد إذن وتسليم هذه الوثاق للسيد المدير المباشر أو رئيس المؤسسة قبل 12 يونيو إذن لا يقبل أي ملف وارد على المديرية من خارج السلم الإداري وخارج الأجال القانونية إذن ضروري أن تفعوا الملف في هذا الأيام قبل 12 يونيو إذن بالتوفيق الجميع أتمنى أن يعني يكون أن أكون عند حسن ضن الجميع وأتمنى لكذلك الجميع التزام بهذه التعليمات لأن بعد الآجال القانونية فإن الملف يعني يصبح غير مقبول كذلك إذا لم يكن مرفقا بهذا الإشهاد ترجمة نانسي قنقر